نعود مرة اخرى الى اليوم السابق هذه المرة يشير الى الحملة التي رفعها بعض المواطنين لمقاطعة السمك بعد ارتفاع اسعاري السمك مات في اول ايام حملة المقاطعة انطلقت امس السبت طبعا على حد الجريدة الصدرة صباحا انطلقت حملة مقاطعة شراء الاسماك في عدد من المحافظات التي من المقرر ان تستمر لمدة عشرة ايام تحت شعار خلو يعفن احتجاجا على ارتفاع الاسعار بصورة مبالغ فيها وقد اجبرت مقاطعة المواطنين عددا كبيرا من اصحاب المحال بحالة الاسماك على الاغلاق خاصة في اسواك ميتة علوان سيدي مبارك ديسوك ديالة الحمول الرياض سيدي سالم فوة من طوبص بمحافظة كفر الشيخ التام احد بعي اسماك بكفر الشيخ التام ما في التصدير بانهم رأى ازمة ارتفاع الاسعار واكد ان كبار التجار يشترون كيلو السمك البلتي بسعر يتراوح بين 25 و 30 جنيها يباعف التصديق بما يقرب من 80 جنيها للكيلو في حين ان اصحاب المحالة الصغيرة تطروا الى اغلاق محالهم نظرا لعدم اقبال المواطنين على الشراء اشتركوا في القناة